كان لازم كده نعمل مع بعض كده الخليلات الجميلة دي طبعا انا عارف ان اتأخرت عليكم او في عميلها بس طبعا غزبا عني والله بس يلا تعالوا بنا بقى كده نعمل الزتون المحبش وكمان الزتون الاسمر واللمون المعاصفر يعني النهاردة بقى الفيديو بتاعنا يعني طبعا اسفل هو طويل جدا او طويل شوية بس عشان خاطر ان شاء الله عرف اتكلم معاكم براحتي وكمان اقول لكم على كل سر احنا عملناه شايفين بقى احنا عملنا النهاردة الزتون الاسمر والزتون اللي هو العجيزي الاخضر وكمان عملنا لمون معاصفر يعني حبة مخللات بقى بص عملي كده وانتي متطمنة وطول السنة تبقي مرتاحها طبعا انا عاملت كمية دي خارج منها اردارات يعني مش الكمية دي كلها ليا طبعا اللي جرب مني حاجة يا ريتي بقى يكتبلي طبعا رأيه كده في الكومنتات ان شاء الله الزتون واللمون وكل حاجة احنا بنعملها ان شاء الله تعجبك تعالوا بس كده الاول اوريكو شكل اللمون الجميل ده يعني اللمون ده حاجة كده ضمار ماينفعش انا اتخلى عنا او ماعملهاش طبعا لو احنا بنشتري حاجة زي كده ما بتبقاش بنفس الجودة دي خالص يعني انا جربت كده اشتري صراحة ما عجبنيش اي حاجة جبتها من برا فتعالوا بينا بقى كده الاول نعمل المخللات الحلوة بتاعتنا دي اول حاجة طبعا معي 4 كيلو زتون طبعا انا جايبة 3 كيلو زتون من اللي هو العجيز الاخضر وكيلو واحد بس من اللي هو الاصمر طبعا وهقولكو ليه دلوقتي لو حد حابب بيخزن يخزن الزتون الاخضر اللي هو اللي تفاح او العجيزي انما الزتون الاصمر ده ما بيعودش كتير فمش هيكفينا السنة او مش هيعيش عندنا فلو انت حابة هاتي كمية بسيطة او قليلة زي ما انا عاملة كده طبعا تجريها على طول ما تلحقش تبوز مننا ومعايا كمان 3 كيلو من اللمون اللمون بتاعنا بقى يعني بصوا يعني يومين اتنين وتاكلوا منه على فكرة انا عملته والله وقبل مزتونا خلصوا كنت باكل من اللمون احلى واسرع طريقة اللمون معاصفر ممكن تجربها طبعا انا عملتها معاكو قبل كده بس كان في فيديو منفصل فالنهارده بقى حبيت اعمل المخللات الاثنين دول مع بعض اول حاجة طبعا لازم نخسل اللمون كويس جدا قبل ما نبتدي نقطعه ولا نعمل في اي حاجة وقطعته اربعة اربع بالشكل ده وخلاص بقى انا هركنه جنبي لحد بس ما اوريكو المبدأ وبعدين هاعد اكمل كل الشغل ده هنوان قاعدة وبعدين نبتدي التاني نكمل مع بعض والزيتون برضو بصوه خبطة بسيطة خالص كده بالسكينة او ممكن نعمله على الرخامة بكاف ادينا بس الصراحة الموضوع كده بقى صعب علينا و ادينا ممكن توجعنا من الكمية فيعني هي شرطة بسيطة كده من السكينة بس كده هخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الشكل ونفس الطريقة وقطع اللمون كله على اربعة وبعدين نيجي بقى نبتدي كده ونشوف هنعمل ايه يعني واحدة واحدة مع بعض ان شاء الله هقولك ازاي تعملي الزيتون من غير ما يمرر او يستيهم عنا بسرعة يعني حوالي شهر كده وان شاء الله ونأكل منه والزاتون الاصمر ونف 퍼زيطة نفس اللي عملته هنا هو هو اللي انا عملته في الزتون ايه الاصمر خلاص الكمية بتاعتي كلها خلصها بالشكل ده على هذا الشكل cama اجب ان اخافي باديكي هتعملي عايزة تعملي بالسكينة اعملي بس الاحسن والاسهل اللي هو بالسكينة بس كده هكمل انه بقى كل الكمية بالترنى دي كده هنعمل ايه كمان في اللمون الأول يعني احنا هنعمل خطوة وان شاء الله تعملي بقى ما ايه أصدته منهم براحتings يلا كده خلصت انا كده الزتون وخلصت كمان تقطيع اللمون اول حاجة طبعا جبت اللمون بتاعه وحطته كده في حلة وهولع عليه على النار طبعا حطت في الحلة دي شوية مية مكفية اللمون كده وحطت فيهم كمان حوالي اربع معلق من الملح كبار يغلو كده كم غلوع انا بسلقهم وهنا بقى الخطوة التانية الزتون انا كدت غسلاء قبل ما قطعه وبرده رجحت اخسله تاني بعد ما قطعته او فتحته كده بحيث اتنزل منه اي مرارة خلاص دي الخطوة دي خلصنا منها نجي بقى للخطوة اللي بعد كده طبعا جبت طبق ناشف ونزلت في الزتون اللي انا مقطعه طبعا ما ينفعش نحبت الزتون الاسمر على الزتون الاخضر ده بيتخلل اللي واحد وده الواحد ولان ما بيقضوش سوى يعني سوى واحد دلوقتي بقى انا معي اربعة كيلو قولي اربعة كيلو دول هياخدوا معايا كيس ماء ملح 200 جرام دلوقتي انا اسمت الكمية يعني الكيس عمل معايا تمن معالي حطيت ستة على الكبار يعني كل كيلو خد حوالي معلقتين اتنين من الملح ونقعتهم بالشكل ده بملح بس من غير اي مية طبعا لو انت هتعملي الزتون اللي هو العجيز هتعملي كده هتعملي الزتون التفاحي هنستغنى عن الخطوة دي وهنبتدي على طول في العميل وهقولك في اخر الفيديو تعملي ايه يعني خلينا واحدة واحدة في الخطوات اللي انا عملتها وبعد كده هقولك تعملي ايه نيجي كده بقى نجاهز الحشوة بتاعت اللمون بتاعنا احنا حطانا دلوقتي بيتسلق على النار حوالي خمس دقايق في الوقت ده انا بجاهز الحشوة اللي انا هحشي بيها طبعا أنا كان عندي باقي الحشوة دي باقية من مرة قبل كده فأنا زودت عليها فأنا دلوقتي هقولك بقى لو أنت أول مرة بتعملها هتعمل إيه بالزق هنجيب حوالي خمس معالق من حبة البركة ونحط عليهم كمان يعني حوالي عشر معالق كده من العصفر طبعا هتشتير كمية كويسة وهنبتد نقلبهم على بعض وهنضيف عليهم كمان كيس ملح أو 200 جرام من الملح كيس الملح اللي هو صغيرة بو 2 جنادة أو 3 جناعة لحسب المكان طبعا وهفضي كله عليه ومعي كمان ربع كيلو من الشطة الحمرة ودربته كده في الكبة ونعمته خالص وقلبته عليه وكمان هنا حطى خمس معالق شطة حمرة طبعا عايزة تحط شطة حمرة الضريعة عايزة تستغنى عنها براحتك إنما الخلطة بتاعتي أنا كان فيها شطة حمرة غير الشطة كمان اللي أنا لسه ضربها دي وهقلب كل المكونات بتاعتي على بعض ويبقى خلاص حشوة اللمون بتاعت الجيس اللمون بقى هنا بعد ما تسلق خمس دقايق هبتدي أطلعه كده على مصفة يصفي كمية الميا اللي في خالص بس كده هتفي طبعا على النار والميا دي مش هرميها الميا دي بقى الكنز بتاع اللي أنا هعمل به اللمون والزاتون كمان يعني الميا دي هسيبها تبرط خالص بقى براحتها كده لحد ما جاء استخدمها لبقية المخل البتاعي خلاص كل الكمية اللي معايا كده واستنى عليها تبرط شوية وبعدين هناخدها ونروح على اللي إحنا عملناها على الخطوة اللي إحنا لسه عملناها بقى ونبتدي نحشي طبعا ما تكون بردت بحيس أعرف أمسك اللمون واحشي فيه براحتي كده هبتدي بقى أحشي براحتي كده من الاربع تيربع اللي أنا خطتهم هفتح كده واحدة واحدة وحط ما بينهم يعني كل ما قطرت الحشوة الحلوة دي اللمون بتاعك كان أحلى يعني إحنا ممكن نحطش كمية بسيطة ونكمل الكمية كلها مية طبعا ده اللي بيحصل في المحلات يعني بتوع المحلات بيهو حبة مية وخلاص وبيحط حبة كده على الوش ما بيحشوش زي ما احنا بنعمل كده خالص فإنتي بقى طالما بتعملي حاجة ليك وفي بيتك تقدر بقى تعملي يعني الحاجة كده براحتك وتديها حقاصة طبعا أنا بعمل حاجات دي ليا وكمان في كذا حد طالب مني فلازم نعمل حاجة كده على أحسن ما عندنا يعني نعمل حاجة تلقب اللي هياخدها طبعا وبألفة أنا وصحها لأي حد خد حاجة وطبعا عايزة رأيكم ودعمكم وتعلاقاتكم الحلوة بس تعالوا بقى خلصنا كده بطرماني اللمون الحلو ده وانا هخلص برضو الكمية كلها الوحدي ودلوقتي أنا سايب الزطون بتاعنا منقوع زي ما انا قلت لكم وحطت علي كمية الملح وهسيبه هنا بقى حوالي ليلتين اتنين او ليلتين وما تخافيش وتقولي هيسود ولا هيجراله حاجة لأ انتي حطي البس دلوقتي لو الزطون العجيزي هنجيب الزطون تفاحي أنا أنصحك بقى تعملي على طول ما تعنهوش يعني ما تنقعوش زمانا نقعت بالملح كده هقولك برضو كل خطوة تعمليها خلاص كده هننخلص كل الكمية وبعدين بقى نجي نجهز كده محلول اللي احنا هنحطه عليها طبعا اللمون بتاعنا ده يومين اتنين وتأكل منه أنا كلت منه على فكرة قبل الفيديو ده ما ينزل لكم أنا كنت كلت منه طعمه رهيب وطعمه جميل يعني بصوا احلى حاجة ممكن تعمليها في الدنيا ان انت يبقى عندك مخللات كده في البيت تبقى جنب اي اكلة انت حابة تعمليها تعالوا بقى كده الاول اقولكو احنا عملنا ايه طبعا كل لتر من المية حكت له هنا اربع معالق من الملح وطبعا برضو لازم ندوق الحدق بتاعنا احنا حطين ملح في المية فبردو كفاية علينا اربع معالق وندوق الحدق بتاعنا اي مخلل لو حدقه طالع تبقى يعني كويس ومقبول انما حدقه هيبقى مش مزبوط او نازل المخلل بتاعنا هيبوز مننا وهيطرق وكمان ممكن يعمل عفن وحاجات تانية وحشة فاحنا في غنى عنها فلازم ان ندوق كده المخلل او المية اللي احنا بنعملها نخلي حدقها طالع يعني نخلي الحدق طالع بزيادة احسن ما يبقى بالمعقول لان طبعا لسه كل حاجات امتص الملح فالمية اللي احنا عاملينها حدق او احنا حاسين ان هي مزبوطة دي هتبقى دلعة لما اللي احنا حطناها يعني مثلا احنا دلوقتي هنعمل الزتون وفي جزر وحاجات تانية فاحنا عايزين ندي كل حاجة حقها صح عشان تاخد النتيجة برضو الصح شايفين بقى المخلل اللمون بتاعنا شكله عامل ازاي بجد حاجة كده امر يعني والله العظيم بجد طعمه امر اتمنى طبعا ان انتوا تجربوا بنفس الطريقة ما عادش بقى ان احنا نعمل اللمون ونقعد نستنى السنة عليه مع لما نيجي ناكل منه لا احنا الغلوة اللي احنا الدنهاله دي بتصاعد معنا في ان هو يستوي بسرعة وكمان يبقى اوخد الطعم الجميل خلال يومين اتنين وتبتدي تاكل منه طبعا كل ما سيبتي كمان يقدم كده في التدبيلة بتاعته كل ما كمان مزاد حلوته فانت عملي بقى براحتك اللي نفسك فيه وتاكل منه على طون خلاص كده خلصنا كمية اللمون ده كده عملت الشغل ده كله كده في يوم نقعت الزتون وكملت انا تخليل اللمون بعدها بيومين اتنين بالضبط جيت بقى هنا هنعمل الزتون بتاعنا اللي احنا كنا نقعينه مع بعض طبعا هنحتاج بقى دلوقتي للاربعة كيلو من الزتون كيلو شطة شطة حمرة طبعا حمرة يعني انا جايبها حرقة عايزة اجيبها برده اللي ريحك او اللي انت عايزة تقدر تعملي دلوقتي كل كيلو من الزتون هياخد حوالي ربع كيلو من الشطة وكمان الاربعة كيلو دول خدوا مني اتنين كيلو من اللمون اللمون كبير كده ويكون في مياه لان اهم حاجة هنا اللمون يعني ان احنا نعصر على الزتون بتاعنا لمون كتير فيلا بس بنا كده اللي محططش لايك لحد دلوقتي يا ريت تحطيري لايك تقديرا لي والشطة اللي لاهلبيتني اليوم ده الشطة رهيبة نار نار يا والله العظيم ايدي لحد دلوقتي عمالة كده بصوا بتنبح من كتر الحرق اللي فيها تعالوا يلا بينا كده الاول نقطع الشطة بتاعتنا دي هنفتحها كده نصين وهطلع منها اي بزر مش زي ما احنا عملنا اللمون بقى احنا اللمون شلنا بس الكتعة اللي فوقه حتى نضربناه هنا محتاجين نطلع اي بزر جوه الشطة بتاعتنا شايفين انا بعمل ايه بافتحها بالطول وباطلع اي حاجة فيها تعالوا كده اوريكوا بس واحدة كده من قدام او من قريب تعالوا بصوا نفتحها كده وبعدين شايفين الحاجات البضة اللي بتبقى جوه دي انا مش عايزة حاجة من الحاجات دي خالص انا عايزة الشطة بس وابتدي بقى كده بالسكينة بتاعتي وانزل اي حاجة فيها البزر اللي هي البيضة ديها لازم انا هتخلص منها خلاص كده هخلص انا بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الشكل ده يعني ان احنا لازم ان نتخلص من اي حاجة زي كده او اي قطعة حسنا ان هي مش مزبوطة اعملها كده طبعا غسلين الشطة ومنشفينها كويس قبل ما نعمل خطوة دي خلاص كده هكمل بقى كل الكمية وهضربها وعندي كمان الاتنين كيلو لمون دول هنعصرهم بايدنا مش هينفع نضربهم في الخلاط او الكبة فاحنا دلوقتي هنفتح فيهم ونقطعهم ونعصرهم يعني نعود بقى كده شوية مع نفسينا كده ونبتدي نعصر فيهم ونجيب كل حاجتنا خلصانة ونبتدي نضرب بقى على طول خلصت كمية الشطة بتاعتي كلها هبتدي اضرب فيها دور ورا دور طبعا احنا دلوقتي للزاتون هنحتاج اتنين كيلو شطة احنا دلوقتي بقولك مقدير الاربعة كيلو عايزة تقليلي اقسم الكمية عايزة تزودي برضو زودي ضعف الكمية براحتك اتنين كيلو شطة عليهم كمان كيلو من الجزر لا كيلو ونص مش كيلو انا جايبة كيلو ونص عايزة تقليلي على فكرة ينفع بس طبعا كل ما دتي الحاجة حقها كل ما هي بقات معاك احلى وكمان معايا اتنين كيلو اللمون اعملي بقى الكمية اللي انت عايزها بالطريقة اللي انت حباها دلوقتي انا بقولك عن اللي انا عملته وان شاء الله هتجربي وتحكمي هطلع بقى الشطة بتاعتي بالشكل ده هضربها واحط بقى كل اللي هضربه اعمله كده في طبق جنبي والجزر بتاعنا اقشرته كويس جدا يعني نخسله ونقشره وبعدين نجيبه بقى نعمله بالمبشرة طبعا عندي الكبة بتاعتي فيها المقشرة دي الجاملة دي حلوة وبتسهل علي كتير جدا فابتدت جبتها وابتدت بقى اعمل كده ابشر بيها الجزر اللي معايا كله بنفس الشكل ده بس طبعا نخلي بالنا لان الجزر بيبقى كبير جدا فممكن يرفع الغطة زي ما عمل معايا كده بس احنا طالما ضغطين عليها كويس ما بيجراش فيها اي حاجة ماش عندك بقى المقشرة دي ولا عندك الكبة وعايزة تعمل المخال الحلو ده هعمل ازاي طبعا ممكن ندق التوق الشطة في الهون زي ما كانت مامتنا بتعمل كده ايام زمان في الهون هنبتدي نقطح احنا مربعات وبعد كده ندقها نهرسها خالص والجزر بالمبشرة بتاعتنا اللي هي العادية او اللي هي المبشرة اليدة ودي وهنبتدي نبشر الجزر بتاعي بس كده وخلاص يعتبر خلصنا المهمة الاساسية او المهمة الكبيرة اللي هو ايه تجهيز الحشوة بتاعت الزتون بتاعت هفضيون بقى على بعض وهكمل كل الكمية بتاعتي بنفس الشكل ده يعني ايه كمية طبعا متعملش في دور واحد فانا عملتها على كم دور كده في الوقت ده طبعا الزتون منقوع هنا يومين اتنين انا نقعته يومين اتنين يعني انا جايبا يوم الجمعة نقعته الجمعة بالليل يوم لتنين الصبح كدت عملته وخلصته يعني ايه هو يومين اتنين او يباتل التنين اتنين في الملح بتاعه متغطي طبعا بالستريتش زي ما احنا معارفين او زي ما انتو شفته وبعدين هبتدي اجيبه بقى يعني مش هننقعه في اي مياه هو ملح بس خلاص كده قالي ما بقى الدنيا دي وجج هنا اجيب اللمون بتاعي نعصر برضو الاتنين كيلو لمون يعني ما تستخسرش اللمون ده بالزيت لمون بتاعنا كبير وفي كمان ميا يعني يتحاول الجيب اللمونة اللي هي فيها مياه في لمون طبعا بقى ناشف يعني مش اللي هو اتنين كيلو خلاصه ما يطلعلكش مياه لأ احنا عايزين لمون حلو يكون في مياه يطلع معايا كمية مياه كبير طبعا القشر اللي انا بعصره ده مش هارميه لان انا هحتاجه دلوقتي في اخر الفيديو هقولك هنعمل بي ايه للاسف ما تيجي مكالمة كده وتغير مزاجنا وتعكر دماغنا يعني حاجة يعني ربنا يحفظنا طبعا في مشاكل كتير انتو ما تعرفوش عنها حاجة بس ان شاء الله انا نوية افضح واقول كل حاجة والله بجد ما هسيب حق ابني ابدا طبعا في ناس عارفة يعني في ناس قريبة مني وعارفة اللي حصل وعارفة اللي كل حاجة حصلت بس خليني الاول بس اقولكو على الزتون بحس ايه ما تلخمشي وحكولكو الموضع الموضوع والموقف وانتو تحكمه وتقولولي بقى هنا الموضوع ده يستحل ازاي ولا يستهل اعمل في ايه لان طبعا في ضغط رهيب وضغط فظيح حوالينا من كل مكان وانا عارفة ان الفيديو ده مش هيعجب الناس كتير بس دلوقتي يعني لازم ان اخد حق ابني خليني بس الاول انا عملت الجزر بتاعي حطيت على كل كيلو من الزتون لا لا الا الله والله العزيم دماغت تلخبطت استغفر الله العزيم يا رب حطيت دلوقتي كده الزتون بتاعي طبعا انا عملت تلاتة كيلو من اللي هو العجيزي وكيلو واحد من الاصمر فحاولت اركن كده الاول شوية للكيلو اللي انا عيناه او عاملة تاني شايفين الماء اللي التي لعت دي اه طبعا من الما من الملح اللي احنا نقعنه فيه طبعا دي مية مكوناش حطين احنا اي كمية مية حطيت طبعا لكل كيلو من المخلل او كل الزتون اللي انا عملته ده على الجزر والحاجات اللي انا عملتها دي حوالي كده خمس معالق من الملح الكبار طبعان انا عاملة كمية كبيرة يعني انا حطيت هنا عشرين معلقة كده من الملح وقلبتهم كويس جدا وبعدين اسمت الكمية زي ما انا عملت معاكو كده دلوقتي طبعا الزيتون بتاعك ما يبقى صغفر الله العظيم ما يبقى حدقه طالع احسن ما يبقى حدقه نزل يعني لازم انتعرفي كده لان لو حدقه نزل هيبقى وحش معنا او هيعفن وكمان هيتيري وهعب كل البطرامانات دي وبعدين هعمل محلول اللي هو اللمون اللي انا حطيته ده هزيد عليه كمية من الملح وكمية كمان من الميت اللمون اللي انا عاملاها وبعد كده هسقي بيها المخل البتاعي تعالوا بقى كده وخلوني احكي لكم الموضوع وانتو قلولي برضو شوروا علي والموضوع ده يمشي فيه عفا الله عما سلف ولا الموضوع يمشي ازاي دلوقتي طبعا عارفين طبعا ولادنا كلهم في الدراسة طبعا فيه مدرس ظالم ما يعرفش ربنا ولا يعرف اصلا ازاي ان هو بيتعامل مع اطفال يعني ربنا يصلح حاله ويبعدنا عنه ويجيب لنا حقنا منه طبعا دلوقتي مسك ابني طبعا كان عليه الاول حستان اتنين فاضيين اللي هو السبعة والتمنة من غير اي مدرس يعني الفصل فاضي طبعا طبيعي الناس عارفين اي فصل فاضي ومدرسة اولاد بس يعني يعملوا ايه بقى في في الحستان الفاضيين دول طبعا الفصل كان عامل صوت فضيع وهمة جيب طريقة فضيعة وده كله بسبب ان المدرس سايب الفصل او الفصل من غير المدرس فالمهم ايه الولاد كلهم بيعملوا صوت وبيصرخوا بيلعبوا بنفس الطريقة كده المهم بقى ايه جيه المدرس اللي بقول لكم عليه ده طبعا ان شاء الله هقول لكم على اسمه مش هستنى برضو بس ايه خلينا مع بعض واحدة واحدة جيه مرة واحدة كده على الفصل ام سايب الفصل كله دونان عن الفصل كله ايه مسك فيه ابني انا يضربوا يضربوا ازاي يعني ياريت ان هو بيدرب عصايا وخلاص لا شفتوا انتو لما يكون والله حتى يعني الموضوع صعب ان انا اقول لكم واحد مسك حرام لان اللي بيمسك حرام عمو ما بيدربوا الدرب ده ده مسك ابني من خدوده ويشد بقدال اتنان بعزم ما فيه ان هو هيفتح بقه يقطعه يستكفى بكده لا طبعا ازاي لسه ماخدش حقه ما هو ابني قاتله قاتيل يقوم ايه الاستاذ يعمل في ايه بقى الاحاستاذ المحترم الفاضل المتعلم المتربي اللي بيربي اجيال يقوم زاء الدسك اللي هو قدام الابني وهو ابني قاعد على المقعد يقوم قاعد على رجله يعني ركب المدرس على ركب ابني ويقوم رجع راسه على الدسك بتاع الزميله اللي ورا ومسكه من رقبته مسكه من رقبته بخانقه ويتنه يضغط 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 على ابني ان هو بيخنقه واخدين بالكنتو من الموقف والله العظيم دم بيتحكر كل مسمع سيرته ولا يجي كلام بس في الموضوع ده ربنا يعني مش عارفة مش عارفة ده يتقال عليه ايه غير حزبي الله ونعمة الوكيل وربنا ينتقى منه فالمهم دلوقتي يستكفى برضو ان هو يخنقه لا ازاي تنه يخنق في الواد يخنق في الواد لما يبقى راجل طول بعرض مش عارفة كم وخمسين سنة بيعمل في طفل كده اربعتاشر سنة وطبعا انت لو انت لو انت شخص عائل وعندك زرة رحمة ده الحيوانات عندها زرة رحمة يعني ببعض فيش حيوان بيعمل في الحيوان زيه كده انت يعني بتتشطر على عيل خلاص خلينا بيخنقه طبعا في زميل له جه شايف ابني هو بتضربه شايف كده واقف جنبه فخلاص سيبه سيبه ده انت هتموته الواد بقى يكح وخلاص هيزرقها روحها تروح لو كان ضغط كمان ضغطة لو دقيقة واحدة كان الابني زمان روحه روحت ودلوقتي خلاص كانش هينفح كلام في الموضوع اصلا دربوا قد درب ده وخنقوا خلاص الواد عمال يكحوا ويعايت يسيبه تانيه لا امقف امقف ومعه الخرازانة بتاعته دي ما تفهموش خرازانة حمير ولا اخ جايبها منين ولا سلك كهربا والله ما عارفه يقوم ماسك ايه افتح ايدك ويتنه يضرب فيه كل ده لايه يعني ده كل ده لايه انا عايز افهم بس كل ده حصل لايه عشان خطر انه عايل اتكلم حتى لو اتكلم يعني واسحابه وبشهادة صحابه وزميله انه هو قاعد ما تكلمش ولا سرخ ولا عمل اي حاجة بقيت الفصل كله مشاغب وبيعمل اشمعنا الطفل ده بالذات اللي روحت تعمل فيه كده انا هقول لكم بقى ليه هو بيعمل كده طبعا عشان هو المدرس ده بيدي دروس اصلا واحمد ابني راح له راح له يسأل عن معاد ان هو ياخد عنده وعرف ان اسمه احمد اغا وعرف شكله يعني شفت انتو لما كون انت قاعدة في وسط فصل مش معروفة فخلاص انت تايه انما انا عرفت ان الواد ده جالي وبعد كده عارف الدنيا وما جاش وعرفت انه راح عنده مدرس تاني عدوي يعني ايه المدرس التاني اللي هو راح له ده بالنسبة للاستاذ ده عدوي يبقى يكره يعني مش عارف اقول لك والله يكره العمل ويحب العمل ويقبال المدرس او المدرسة اللي هو ابني راح لها ده المهم كل ده امور انا مليش دعوة بيها ولا ابني لو زنب فيها انت دلوقتي دخل تعمل فيه العمال دي كلها ليه درب الواد وعمل فيه العمال السودة دي كلها والواد بقى قاعد ميت من العياط في الحسة ومن كثر يعني المنظر اصلا وضغطته ورعبه اللي هو عمله له الواد طول ما هو قاعد في الفصل يرجع ويترعش وخايف ويتانه بقى قاعد الحستين لتنين دول وبعد ما جيه هنا برضو لقيته بقى جاي منهار من العياط واخدوده زرقه من مكان قرصة ايدي الاستاذ المحترم الفاضل ويرقبته وعمال يعاية مش مبطل عياط انتوا بقى احكموا هنا وقولولي انا اعمل ايه في الموضوع ده كل حد سمع المشكلة يحط نفسه مكاني يعني يحط نفسك مكاني انت الام وانت قولي كده ابنك لقيته جاي يعمل كده في الوضع ده انت هتتصرف ازاي ولا هتحل الموضوع ازاي وطبعا انا هقولك انا عملت ايه وبرضه هقولكو بيتضغط علي ازاي بس ان شاء الله فيديوهات تانية جاية فعايزاكو بقى ايه ترد علي وتقولولي كده بما يرضي الله المدرس ده اتعامل معاه ازاي ولا اتعامل معاه ايه طبعا الفيديو اصلا ما كنتش ناوي اتكلم فيه خالص بس هو حكمني بقى دلوقتي ان انا لازمة نقول كل حاجة وبرضه مش هتكت وهكمل وهقول كل اللي حصل واللي هيحصل لسه كمان وبعدين كل حد غلط لازم ان ياخد جزائه فعايزاكو بقى تردوا علي في التعليقات دي وتقولولي انتو بقى من ناحيتكو او لو الموقف ده حصل معاكو هتتسيبوا المدرس ده ولا هتعملوا معاه ايه التصرف القانوني اللي انتو هتاخدوه معاه وخلاص كده يعني انا طولت الفيديو عليكو قوي فعايزا تعليقاتكو وتقولولي وتشوروا علي طبعا انا باخد برأيكم وبرتح لي كلامكو فعشان كده انا بسألكو بستغيث بيكو ان انتو تحلوا معايا المشكلة دي حل قانوني من غير ما حد يزعل مننا عشان في ناس كتير شايفونا ظلمة وناس يعني الحمد لله فحق لينا حق لازمة ناخدوه فخلاص كده يعني انا مش عايزة اطول الفيديو اكتر من كده وان شاء الله مش الكلام في الموضوع ده ما بيخلاصش ولا هيخلاص ولسه هكمل لكم في فيديو تاني ان شاء الله وان خلاص يلا معاقل في سلام